بسم الله الرحمن الرحيم وبهن استعين يعطيك العافية طلابنا معك الأستاذ محمود المحارمة اليوم طلابنا الأدبي والفرع الفندقي رح نقدم لكم مراجعة شاملة لمادة الرياضيات الفصل الأول من خلال ننحل امتحان شامل على كل أجزاء المادة نستعرض فيها الأنماط الوزرية المقترحة اللي ممكن تسأل عنها بيهمني جدا تركز معي لتنظيم أفكارك أستاذ أنا دارس المادة كاملة تسمح تاج كمان تنظيم أفكار كيف طبيعة السؤال كيف أتعامل مع السؤال كيف أحلل السؤال وشو مواطن السؤال وشو الأسئلة اللي ممكن تجينا اختيار من متعدد وشو الأسئلة اللي ممكن تجينا مقالية فإحنا عاملين امتحان شامل نبدأ فيه بأسئلة لاختيار من متعدد وضع دائرة على حسب ترتيب الامتحان طبعا احنا عارفين ان جوة امتحان الوزارة في عندنا 35 دائرة وأسئلة اختيار وأسئلة مقالية مش محدد عددها ممكن تكون ست أسئلة ثمان أسئلة حسب توزيع العلامات فنحكي بسم الله ورح نبدأ على ترتيب الامتحان وترتيب المادة المادة رح تبدأ معنا بوحدة الأولى اللي هي وحدة النهايات فبنيجي بنحكي طب أستاذ هم شو رح يبدأوا معنا يسألوا على الأغلب رح يبدأوا سؤالهم من خلال تعامل مع الرسمة للنهايات ونحكي بسم الله جهزوا قلامك وحطوا ملاحظات اللي بنحكيها نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول معطيني رسمة منحنة قاف السين وطالب مني سؤال مباشر نهاية قاف السين عندما سين تقترب من اثنين من جهة اليسار قلنا مهم جدا الطالب يقرأ السؤال بحذر طلب مني نهاية اثنين من جهة اليسار فأنا بروح عند سين اثنين طلب مني نهايتها فقط من جهة اليسار أستاذ كيف أتعامل؟ والله أنا هي جهة اليسار أنا في عندي الخط الوهمي لعند الاثنين ما إلي علاقة فيه أنا يا يسار ويا يمينه جهة اليسار أستاذ طلعت ما في اشي تلامس ممكن يتم معي طب أستاذ بلكي تحت بنزل طبعا نزلنا تحت مباشرة صار في تلامس مع المنحنة اللي جايني من تحت فإذا قيمت النهاية على محور الصدات بنجيب الإجابة هي سالب واحد طب أستاذ هو بيجي هيك ما إحنا خايفين امتحاننا هاي وضايل له إشي بسيط وبنبلش نفوت على امتحان وحاسين أنه فيه ضربات هو الموضوع الطالب اللي دارس ومتناول الأفكار بإذن الله تعالى ما راح يعاني من قصة ضربات أو غيره بس يعني إيش يعني سؤال غير مباشر حسنا طلب مني اثنين من اليسار فأنا جاوبته سالب واحد لو كان طلبها من اليمين كان قلت له هاي من اليمين تطلع واحد لو ما حدد لكن دحسب اليمين واليسار فبختار غير موجودة هو كان بإمكانه في السؤال اللي زي هاد يغير النمط يعني إيش هذا سؤال مباشر كده راح تعرض لقات جزء من السؤال سؤال مباشر تعالوا نشوف سؤال شامل السؤال التاني تناولت فيه كل الأنماط اللي ممكن يسأل فيها بطريقة غير مباشرة موجودة بالكتاب ولكنها تصنف إنها غير مباشرة يعني مش طالب مني فقط قيمة النهاية ألف معتمدا على الرسمة هاي الرسمة أمامنا طلب مني المطلوب الأول نهاية قاف السين لما السين تقترب من ألف حاط لي ثوابت أو مجهيل غير موجودة فجد قيم ألف شوفوا لما يكون حاط لي سين مجهول بالمعنى إنه طالب مني ثوابت أكيد هون إجابتنا من محور السينات لأنه سين المجهول طيب أستاذ هو شو وجهني قال لي النهاية غير موجودة إحنا في مادتنا النهاية غير موجودة عنده وجود قفزات يعني بنمشي مع الرسمة من أولها لآخرها قيمة السين اللي بيصنع عنده قفزة هاي غير موجودة ممكن يطلع معي قيمة قيمتين فبنبدأ مع الرسمة من بدايتها مشينا مع المنحنى مشينا مع المنحنى فصار عندي هون انقطاع للمنحنى مضطر أقفز قفزة هاي الحركة اسمها صار تم قفزة القفزة عند قيمة سين اللي قفزت عندها هي الاتنين إذن لحد الآن أول قيمة من قيم سين قفزت عندها هي لتنين كملت رسمتي ما حدث معي أي قفزة أخرى إذن إجابتها أنه ألف تساوي تنين يعني لو حطني خيارات بضع دائرة فبختار الإجابة إنه قيمة ألف تنين اللي هي قيمة سين اللي تم عندها زي ما اتفقنا قفزة إذن في السؤال الأول طلعت إجابتي تنين طيب نشوف السؤال با على نفس الرسمة قال لي بدي نهاية قافز سين ناقص تمانية سين زائد اتنين طبعا إحنا النهايات هي معروفة أنه إحنا بنا نعوض يعني أنا بدي عوض محل قيمة نهاية قافز سين لما السين تقترب من سالب واحد ناقص تمانية ضرب قيمة سين زائد اتنين في مقدار أنا بعرفه بدون ما اتطلع على الرسمة اللي هي قيمة سين بشكل مباشر قيمة سين سالب واحد فبروح محل سين بعوض بسالب واحد طبعا السؤال لو جاني حل أنا محتاج أوزع النهايات أما نتناول أن هذا السؤال اختيار من المتعدد فأنا قاعد بعوض سين بدون أطلع على الرسمة قمتها سالب واحد طيب بدي أعوض محل نهاية قاف السين سين تقترب من سالب واحد هون بروح على الرسمة عند السالب واحد بحدد اللي طلبه وبدأ أشوف كم قيمة النهاية للسالب واحد طلعت من اليمين أو طلعت من اليسار في الحالتين عند العدد إذا واضح عندكم أو مش واضح هي اتنين إذا قيمت نهاية السالب واحد من الرسمة طلعت اتنين إذا عوضنا محل نهاية قاف السين فأجاب لي جزء من الرسمة وجزء تعويض مباشر اتنين بعدين بنتبه على النواتج وانا بطلع على الإشارات اتنين سالب ضرب سالب هون إذا اتنين زائد ثمانية زائد اتنين عشرة زائد اتنين فالإجابة هي اتناش إذن حكينا في مطلوب اسمه مباشر نطالب مني نهاية من اليمين أو من اليسارة أو مش محدد المطلوبات الثانية اللي موجودة عندنا بالكتاب وبنصنفها انه غير مباشر هيك السؤال مش معناته صعب بس بحكي السؤال بدي يكون طالب فاهم لما يقول لي غير موجودة بدور على قفزات لما يطلب مني نهاية دامج فيها التعويض بقيمة سين والنهاية لقاف السين من الرسمة بدي روح على الرسمة أتوجه أشوف وين عندي قيمة نهاية قاف السين عند السالب واحد طيب نيجي بعد هيك للمطلوب أنا حاطة زي ما حكيت لكم رسمة طالب عليها عدة مطلوبات اللي هي مكررة بالكتاب وحنا رح نركز كثير اليوم عاسلة الكتاب وأسئلة الوزارة الألماط الوزرية للسنوات السابقة جيم مطلوب جيم نهاية قاف السين لما السين تقترب من با تساوي صفر فجد قيم با هون نركز مع بعض لما يعطيني قيمة الرقم بعد اليساوي يعني حاط لي قيمة النهاية قال لي النهاية صفر طبعا احنا الناس لازم نكون فاهمين انه قيمة النهاية هي قيمة صاد يعني من محور الصادات اصلا احنا بنجيب النهاية فهو موجهك انه روح عند صاد صفر وشوف مين من قيم السين اللي موجودة عندك لانه الاجابة هون راح تكون من محور السينات مين من قيم السين اللي بتطلع نهايتها صفر طبعا اصلاد يعني بروح على الصفر وشو بعمل بمشي افقي بشوف وين في تلامس مع المنحنة المرسوم اللي هي قيمة نهايته بتطلع صفر يعني حكينا هون نمشي بشكل افقي هاي عند الصفر مشينا افقي يمين خبطنا هون مشينا افق يجهة اليسار خبطنا هون عند السالب اربعة اذا بقول له لنهايته تساوي صفر طلع عندي قيمتين الواحد والسالب اربعة اذا واحد وسالب اربعة يعني بتلاقي الاجابة في اختيارك مجموعة حل هي واحد وسالب اربعة اذا النهاية تساوي صفر في فرق ما بين قولي النهاية سين تقترب من صفر بروح عند الصفر وبشوف قيمة النهاية نهاية تساوي صفر بروح عند الصفر وبمشي بشكل افقي بشوف نقط التقاطع او التلامس مع محور السينات دال ولاحظ الفرق بين دال والف لما قال لي غير موجودة قلت له قفزات وين في قفزات قيم سين اللي عندها قفزات غير موجودة قيم سين التي يكون عندها منحنة الاقتران غير متصل غير متصل اللي هو بده تكون إما بسبب عدم وجود صورة أو النهاية لا تساوي الصورة أو النهاية غير موجودة إذن بشكل مباشر بحكي وجود أي دائرة مفتوحة أكيد رح يكون قيمة سين عندها غير متصل يعني هون فقط نبحث عن دوائر مفتوحة بعدين بشرح لك ليش نشوف قيم سين اللي عندها دوائر مفتوحة أستاذ لقيت دائرة مفتوحة هون بقول لك ممتاز إذن قم قيمة سين عندها سالب اتنين بقول أول واحدة من قيم سين اللي عندها غير متصل هي سالب اتنين أستاذ لقينا دائرة مفتوحة هون طب كم قيمة سين عندها اتنين إذن تاني واحدة من اللي غير متصل اتنين أستاذ في ضل لا أستاذ إذن دور عفتحات فورا يقول لك غير متصل ليش يا أستاذ يعني لو ما بدي أشرح أو الطالب يكون فاهم ليش يعني شو السبب انه هاي غير متصل لاحظ هون عندي هاي نهاية وهي صورة اذا النهاية لا تساوي الصورة طب والتانية ليش أستاذ غير متصل لانه اصلا النهاية نفسه غير موجودة فمن شروط الاتصال انه يكون الصورة تساوي النهاية يعني بمعنى الخط الموصول هو كل قيم سين عنده متصلة اي خط يحمل دائرة مفتوحة او انقطاع عنده هو غير متصل فلاحظ الفرق غير موجودة قفزات طلعت بس اتنين غير متصل طلع سالب اتنين واتنين طب استاذ ما هو احنا خايفين يجيبونا اسئلة صعبة خايفين يجيبونا اسئلة من المريخ واسئلتك من الكتاب بغض النظر انه هو يجيب لك الامتحان طويل او يدمج بعض الافكار خلينا اورجيك مثلا فكرة موجودة بالكتاب وتعتبر الطالب اللي يعني ما حل عليها كثير ممكن يتغلب فيها لو اضيف سؤال هيك نهاية قاف السين سين تقترب من ميم لاحظوا حط لي سين مجهولة وقال لي يساوي سالب اتنين جد قيم ميم ممكن نصنفه انه سؤال عالي المستوى استاذ حط لي قيمة النهاية سالب اتنين يعني قيمة صاد سالب اتنين بروع محور الصادات عند السالب اتنين وحكينا راح نمشي افقي مشينا افقي يمين وافقي جهة اليسار جهة اليمين صار فيه تلامس عند المنحنة هون وجهة اليسار صار فيه تلامس لاحظ ما يلي عشان التميز اللي بنحكي فيه الطالب اللي فاهم واللي مش فاهم استاذ هون كم قيمة سين لما صار فيه تلامس عند لما جبت النهاية تبعت تساوي سالب اتنين سالب خمسة طب هل النهاية موجودة نعم استاذ هاي النهاية موجودة وتساوي كم يعني السالب خمسة نهايته موجودة وتساوي سالب اتنين إذن هو سالب خمسة أحد قيم سين لحد الآن. طيب أستاذ وهي هالتانية هاي الاثنين دير بالك الطالب لازم يكون فاهم هاي النهاية فيها قفزة يعني هاي النهاية غير موجودة أساسا. فهو طالب منك لنهايته موجودة وتساوي سالب اثنين. فأنا ما أخذت الاثنين معي. إذن الإجابة فقط هي سالب خمسة. هيك تقريبا هاي أفكار أو صيغ الأسئلة اللي ممكن تجينا على رسومات الامتحان. هو غالبا رح يجيب لك رسمة بالامتحان. يطلب عليها من مطلوبين إلى ثلاث مطلوبات. رح تحمل المطلوبات اللي احنا حطين لك إياها. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. طيب. أستاذ بعدين. بعدين نحن لسه في المنطقة الأولى اللي قاعد بالكتاب قاعد بيسألني. ممكن يلجأ للجدول. هو لجأ له مرة واحدة وزاريا. انه حاط لي جدول يحمل قيم سين. وقيم قاف السين. وقال لي. الجدول يبين قيم قاف السين عندما سين تقترب من ثلاثة. طيب. أمور. شو بدك دائما ركز على المطلوب. فإنه نهاية قاف السين لما السين تقترب من. تلات كم بتساوي. بقول له والله انت عطيني جدول او معطيني رسمة. انت بدك تحدد لي طالب نهاية من يمين ولا من اليسار. ما حددت انا مضطر اجيبها. من الجهتين. فإذا هون احنا كطلوب. بدنا نجيب النهاية. سين تقترب من ثلاثة من جهة اليمين. ونقارنها مع النهاية من جهة اليسار. عشان اعرف النهاية لها قيمة او غير موجودة. طب انا ايش يعني اقترب من ثلاثة من جهة اليمين. يعني انا اكبر من ثلاثة بشوي. هاي ثلاثة واحد من عشرة ثلاثة واحد بالمئة ثلاثة واحد بالالف. هاي قيمة سين. بس انا بدي النهاية هي نهاية قاف السين. اذا هاي تمثل قيمة النهاية من اليمين. هي أربعة واحد بالألف يعني تقريبا تقترب من العدد أربعة هذه جبت النهاية من اليمين وبالتالي لو كان طالب يمين فقط كان ج optimized أربعة الخيار لا أستاذ هو مش محدد إذن ده اضطر النهاية من جهة اليسار أنا هيق قاعد بقترب من ثلاث من جهة اليسار أقل من ثلاث بشوي كم قيمة نهاية قا في السين لما السين تقترب من ثلاث خمسة تسعة وتسعين يعني تقريبا ستة طب اليمين واليسار مش متساويين شو إيجابتكم صح؟ غير موجودة احسنتم. اذا فورا انا بعرفة اتعامل كمان اذا اجاني السؤال في شكل جدول. اذا هون في المنطقة الاولى في الامتحان رح يكون غالبا رسمة عليها ثلاث مطلوبات. اما طالب نهاية يمين او يسار او قل لك النهاية غير موجودة او قيم سينة بيكون عندها غير متصل. او طالب منك نهاية مع تعويض. او النهاية تساوي صفر او النهاية تساوي عدد معين اللي هي بنمشي افقي لما نروع محور الصادات وبنمشي افقي. طيب استاذ وبعدين بعدين بتكمل امتحانك رح تلاقي المبدأ العام للنهايات الاساس في النهايات هو التعويض المباشر. فيحنا قبل لنكمل تذكروا معي احنا طول ما احنا ماشيين جد نهاية بدي عوض. كثير حدود نسبي شو ما كان الاخترام بدي عوض. طلع معي الناتج عدد اذا الاجابة خمسة طلعت خمسة خلص. طلع معي صفر على عدد صفر على خمسة الاجابة صفر. طلع معي خمسة على صفر غير موجودة الاجابة. طلع معي صفر على صفر وقتها باستخدم مهارتي في التحليل. اذا النهايات الان ترجع لمبدأها الرئيسي باقي الامتحان هو عوض. ونشوف السؤال التالي. بدو نهاية سين تكعيب زائد خمسة سين تربيع زائد ستة لما السين تقترب من سالب واحد. استاذ شو اعمل? سلامة خيركم. عوضوا. النهايات يعني عوض. فببدأ بعملية التعويض. سالب واحد تكعيب زائد خمسة ضرب سالب واحد تربيع زائد ستة. بعد ما عوض بنا ننتبه على الاشارات والاولويات. الاولوية هون. عندي للأسس سالب واحد تكعيب الاسفر دي اذا سالب واحد. ثم الاولوية ايضا لسه للأسس. سالب واحد تربيع يعني واحد. اذا خمسة ضرب واحد زائد ستة. اذا سالب واحد وبضرب اولا زائد خمسة زائد ستة بعدين بمشي على ترتيب مدام ضل جمع وطرح. سالب واحد زائد خمسة بطلع موجب اربعة. اربعة زائد ستة اجابتنا عشرة. استاذ يعني هيك طبعا هذا السؤال الوزاري. يعتمد انه الطالب عارف انه النهايات يعني تعويض. يعتمد انه الطالب بعد ما يعوض مهارته بتسعفه في الاولويات والاشارات وياخد علامات زي ما بده. هذا سؤال الوزاري لها كان دورة صفية الفين وعشرين. طيب. النهايات يش يعني? يلا بنا نرجع نكرر. عوض استاذ. نهاية سين زائد اتنين كاف. عندما سين تقترب من سالب اتنين يساوي سالب اربعة. فان قيمة الثابت كاف كم بتساوي? استاذ انا بحبش المجهيل. عوض. النهايات يعني عوض. انا سين قمتها عندي سالب اتنين. اذا سالب اتنين زائد اتنين كاف يساوي سالب اربعة. هو طالب منك قيمة كاف. اذا ببدأ احل معادلة. زائد اتنين زائد اتنين. اتنين كاف. سالب اربعة زائد اتنين وطلابنا وطالباتنا العزاء. شغلة انه تتساهل في موضوع تطلع النواتج والاشارات ما هي هاي كارتة الرياضيات. الرياضيات علم يحتاج دقة. ما في تعقيد في الموضوع بس بحتاج دقة. انه سالب اربعة زائد اتنين هي سالب اتنين. الاشارة الاكبر وبنطرح. الان نتخلص من الاتنين على اتنين على اتنين. اذا كاف تساوي. سالب اتنين على اتنين سالب واحد. طيب استاذ انا حليت. وبيدي اروح اختار ادفع ورقة الاسئلة سالب واحد. وبيدي اروح اجيب جهاز حفر عشان احفر ورقة الماسح الضوئي بسالب واحد. بقول لك طيب في المجاهيل اهدى قبل تجيب الدريل وتحفر ورقة الماسح الضوئي. انت حكيت الاجابة سالب واحد. عندك وسيلة للتأكد. كل سؤال مجاهيل او ثوابت. عندنا وسيلة للتأكد. نحكي يا رب يطلع صح. حط السالب واحد محل كاف. يعني انت سين عوض مرة تانية سالب اتنين زائد اتنين ضرب. كاف حكيت انها سالب واحد وبتدعي ربنا انه يطلع صح. سالب اتنين. اتنين ضرب سالب واحد. سالب اتنين. سالب اتنين كمان سالب اتنين. اذا سالب اربع اذا صحيح. اذا الان نروح جيب الدريل واحفر ورقة الماسح الضوئي انه الاجابة ما عنا مشكلة. اذا هون طلابنا. طبعا هاي الاسئلة بتقدر بعض الاسئلة راح تحلها ورقة الاسئلة انت قاعد بتشوف انه اجابات تحل بخطوة او خطوتين. في بعض الاسئلة راح تحتاج تحل على المسودة وتنقل بعدين انه الاجابة او الخيار الصحيح. طبعا زي ما حكينا تضليل الماسح الضوئي وصار عندكو خبرة. يعني خلاص انتوا عندكو اخر الان اخر امتحان هو الرياضيات وقدمته العربي. فاموركو خلاص يعني اصبحت وا خبيرين جوا قاعدة الامتحان اكتر مني. انه برصاص. الماسح الضوئي والاسئلة المقالية انت مجبرة على الحبر. في الدفتر الاجابة. طب نكمل في السؤال التالي. نهاية سين تربيع زائد سين زائد واحد على سين ناقص واحد. سين تقترب من سالب واحد. فلا تسألني شو اعمل. لانك انت عارف شو بدك تعمل. نهايات يعني عوض. استاذ اعوض هل كل سين عوض? هاي سين تربيع. اذا سالب واحد تربية زائد سالب واحد زائد واحد على سالب واحد ناقص واحد. استاذ مش المفروض انحلل التحليل فقط في حالة اذا كان النادي صفر على صفر انه غير مقبول. سالب واحد تربيع استاذ واحد. زائد. الان البسط هون سالب واحد زائد واحد صفر. طب سالب واحد ناقص واحد اذا سالب اتنين. طب استاذ يعني شو بقى اسوي? كمل. هاي واحد زائد. اولو يا للقسمة. السفر على سالب اتنين. طب واحد. لانه صفر على عدد صفر. طب استاذ لو كان العكس عدد على صفر غير موجودة الاجابة كانت. واحد زائد صفر. فالاجابة هي واحد. استاذ يعني بالبساطة هاي قلنا لكم. ان كل اسئلتك اللي اخترنا لكم اياها هي اسئلة كتاب مدرسي ووزارة. حتى اسئلة التميز الافكار اللي بنحط لكم اياها خلال الامتحان الان. ونشر لك انه هذا سؤال تميز. راح تكون فكرته شبيهة بالكتاب او الوزارة. طيب. اذا هون انجزنا. جوا امتحاننا انا انجزت. انا قاعد انظم شغلي. انا بلشت حليت الرسومات. بلشت. قل لي اعوض. قلت له بعوض وبعرف اعوض وبعرف اطلع نواتج. الان انا كنت بعوض بقيمة سين. فراح الاقي في الامتحانات الان بعد هيك. انه طالب مني اللي هي درس النظريات. طالب مني اعوض بقيمة سين. قاف السين. هاس سين. لام السين. وهكذا. فنشوف السؤال التالي. وهو سؤال مهم. صعب يخلم منه اي امتحان. اذا كانت نهاية ثلاث قاف السين. عندما سين تقترب من واحد سالب ستة. ونهاية هاس سين زائد اتنين يساوي خمسة. فان هاي المطلوب. طبعا احنا خلص. ايه? فان يعني فجد هاي المطلوب. نهاية قاف ضرب هاس سين. يعني بدأ اضرب قيمة قاف السين ضرب هاس سين. طب. اذا عندي قيم قاف السين. نهاية قاف السين. وهاس سين جاهزة فورا بضربهم وانتهي. بس تلاحظ هون في تلاعب. حاطلي ثلاث قاف السين يساوي سالب ستة. بقول له بسيطة. عتلات. عتلات. بمعنى انا اكتشفت انه نهاية قاف السين عندما سين تقترب من واحد تساوي سالب اتنين. بقول له خلص. انت حاول تلعب بالمعطيات. انا قدرنا ان اكتشف انه حاطلي رقم فابدخلص من الرقم كحل معادلة. نهاية هاس سين زائد اتنين يساوي خمسة. استاذ بسيطة هاي ناقص اتنين ناقص اتنين. اذا نهاية هاس سين عندما سين تقترب من واحد خمسة ناقص اتنين. اذا طلعت ثلاثة. اذا هون صار عندي قاف السين. نهايته مو واضحة. بعد ما كان فيها تلاعب. بقول له الان بعد ما جهزت معطياتي امر. قال لي قاف ضربها. قال لي اضرب. قاف ضربها. قاف السين قيمته. نهايته. سالب اتنين. اذا سالب اتنين ضرب. هاس سين قيمة نهايته ثلاثة. اذا سالب اتنين ضرب ثلاثة يساوي سالب ستة. طب استاذ مش بنوزع النهايات هذا السؤال دائرة. يعني لو كان السؤال مقالي حل كان اللي رح يختلف ان رح تحكي نهاية قاف السين بكتور جي هاي. اذا كان مقالي ضرب نهاية هاس سين سين تقترب من واحد هاي سالب اتنين وهاي ثلاث سالب ستة. نفس الاجابة بس مجرد خطوة هاي اجبارية بكون لو السؤال مقالي. هي توزيع النهاية. طيب يعني طلابنا استاذ شرط نعمل زيك. لا ممكن اتطالب مباشر بوقت الاسئلة. قال لي استاذ هاي اع تلات اع تلات يعني هاي سالب اتنين. هاي ناقص اتنين ناقص اتنين. اذا هاي تلات. اؤمر شو بده قلي قاف ضربها. ضرب سالب اتنين بتلات. فطلع معه سالب ستة. فراح اختار الاجابة سالب ستة. اذا هون. وممكن يكون مفيش تلاعب بالسؤال. بس هاي جبنا لكم سؤال ايضا وزاري. وفي تلاعب بسيط. احد الاسئلة المكررة بشكل كبير بالكتاب. كفكرة مكرر اربع مرات بالكتاب. فنركز فيه هذا السؤال. هو شو عامل هون بالسؤال? قال لي اذا علمت ان نهاية قاف السين زائد سين زائد واحد. لما السين تقترب متنين تساوي تسعة. فجد قيمة نهاية قاف السين. عندما سين تقترب متنين بس تربية. هاي. استاذ شو نعمل? هو طالب ايش? طالب قاف السين نربحها. نعطيها تربية. طب قاف السين عندك قيمتها? لا استاذ لسا بده اجيب قيمتها. اذا هذا السؤال المكرر وزاريا وبالكتاب كثير. اول خطوة بده ابدأ اجيب قيمة قاف السين. يعني كما جهول هو كانو الف. فباجي بحكي. قاف السين طبعا مع وضع النهايات اذا كان السؤال مقالي. يعني توزيع النهايات. زائد سين كم قيمتها بعوض? اتنين زائد واحد يساوي تسعة. طيب ببساطة هيك اتنين زائد واحد خليها ازاي هيك. يعني تلات. يساوي تسعة. هانت قربنا نجيب قيمة قاف السين. اذا نهاية قاف السين تسعة ناقص تلات. يساوي ستة. اذا هيجبناها. بقول له امر شو بدك? قلي اضربها بخمسة. ربحها. لا هو شو قيل لي? يعني لو قل لك خمسة قاف السين بضرب خمسة بستة. قل لي بدي قاف السين تربحها. بقول له ابشر. هاي ستة تربية فبطلع ستة وتلاتين. فالاجابة بنختارها هي ستة وتلاتين. اذا هون طلابنا. هذا السؤال من الاسئلة الهامة جدا والمتوقعة طبعا. لانه تكراره بالكتاب عالي جدا. نفس الفكرة مكررة اربع مرات. الان انتقلنا في الامتحان رح نلاقي اقتران متشعب. كنا بنلاقي كثيرات الحدود ونسبي. الان متشعب. فالمتشعب بقرأه بهدوء وحاط لي اكبر واصغر. قال لي فما قيمة النهاية عندما السين تقترب من واحد. طبعا لو بتلاحظوا الواحد نقطة التشعب يعني موجود عندي في الاقتران المتشعب عندي الاكبر والاصغر. طبعا سين يساوي واحد هاي الصورة. يعني هاي تستخدم لو طلب قاف الواحد فاذا هاي تهمل اصلا. سين اكبر من واحد هي النهاية من اليمين. سين اصغر من واحد هي النهاية من اليسار. للواحد طبعا. فهو طلب الواحد من اي جهة ما حدد استاذ ففورا بحسب له اياها من جهتين. من جهة اليمين وانا بحل بسرعة هون انه دائرة انه بدأت تتحامل بشكل سريع. من اليمين اتنين سين زائد واحد. هاي النهاية اليمين بعوض اتنين بواحد زائد واحد تلات. من جهة اليسار بدأ عوض بالقاعدة اللي في جهة اليسار تلات ضرب واحد تربية ناقص واحد تلات ناقص واحد اتنين. الان بقارن هل التلات تساوي اتنين? لا استاذ ما بتسويها اذا غير موجودة. وانا مطمئن. طب استاذ يعني دائما كل ما يجيب لي متشعب احكي يمين اليسار. لا طبعا. يعني افرض كان طلب منك النهاية لما السين تقترب من خمسة. ركز دائما. الخمسة وين موجودة? اكبر من واحد. كنت بس بعوض هون. النهاية سين تقترب من سالب اتنين. استاذ بعوض بالاصغر من واحد وهكذا. فاذا اقتران المتشعب له نصيب عندنا. والنصيب تبع الاكبر والاصغر هو الوحيد الي فيه يمين اليسار. ركز ما يكتب لهم الواحدتين. اذا اجاني متشعب استاذ بدل اكبر اصغر فيه يساوي ولا يساوي. او ينتمي لصاد ولا ينتمي لصاد. دائما وابدا. لا 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 للنهايات. يعني لو عندي اقتران متشعب. قال لي قاف السين يساوي. سين تربيع. وهون خمسة سين. سين تساوي اتنين وسين لا تساوي اتنين. جد النهاية عندما سين تقترب من اتنين. دائما نخليها حلقة بذانك. لا للنهايات. لا يساوي هي اللي تستخدم للنهايات. خمسة ضرب اتنين عشرة بدون تردد. لا ينتمي. لو اعطاك طلب نهاية. قل له لا هي اللي تستخدم للنهايات. يعني لو حط لي ينتمي ولا ينتمي. فباستخدم القاعدة اللي موجودة عند الله تنتمي لايجاد النهايات. طب واليساوي استاذ مستخدمها لايجاد صورة العدد طبعا. ومكمل معنى الامتحان. طلب مني. نشوف الان السؤال التالي. نهاية تلات سين تربيع ناقص ستة سين. عسين ناقص اتنين. عندما سين تقترب من اتنين كم تساوي. استاذ شو طلب? طلب نهاياتها. طب شو اعمل? عوض. فبنبدأ بالتعويض. تلات ضرب اتنين تربيع. يعني تلات ضرب اتنين تربيع اللي هي اربعة ناقص ستة ضرب اتنين. على اتنين ناقص اتنين. اذا يساوي اتناعش ناقص اتناعش على صفر. طلع مع اي صفر عصفر. استاذ بدأ تركها هيك بالامتحان. اي طالب ترك اجابة اسمها صفر عصفر? رح ياخد صفر هو. اجابة صفر عصفر غير مقبولة. فورا. لازم احلل عشان احول الناتج هذا من ناتج حرام تركه الى حلال. فبتطلعنا هون استاذ بدنا نستخدم مهرتنا في طرق التحليل. اما فرق بين مربعين او فرق او مجموع مكعبين او عامل مشترك او عبارة تربعية او توحيد مقامات. والله يا استاذ ثلاث سين تربيع ناقص ستة سين هي بتحتاج عامل مشترك. يعني انا الان بدي اجيب النهاية اخد ثلاث سين عامل مشترك. ثلاث سين تربيع على ثلاث سين سين. ستة سين على ثلاث سين اتنين. على سين ناقص اتنين. بختصر سين ناقص اتنين مع سين ناقص اتنين. ضل عندي ثلاث سين. بعوض الان. حللت اختصرت فورا عوض. محل سين بقيمتها. ثلاث ضرب اتنين. فالاجابة ستة. اذا صفر ع صفر فورا بده اتصرف. احلل اختصر اعوض. ساعد هي كملاحظة صغيرة. انت لما يطلع معك صفر ع صفر او يطلع معك صفر ع صفر. احنا بنعرف انه احنا بدنا نختصر. بس الرقم اللي تقول اللي بالنهاية يعني هاي هدفنا. فخلي عندكم مؤشر انه انت اذا اختصرت سين ناقص اتنين مع سين ناقص اتنين هاي اعجابتك صحيحة. يعني سار بعطيك مؤشر يطمئنك. طيب لو سين تقترب من خمسة. هدفنا اختصار سين ناقص خمسة. لو سين تقترب من سالب ثلاثة. هدفنا اختصار سين ناقص. ناقص ثلاثة. يعني سين زائد ثلاثة. طيب. نشوف احد الاسئلة التالية اللي ممكن يكون اختيار من متعدد دائرة. وممكن يجيني مقالي. يعني ممكن هذا السؤال يصلح انه يستخدم في الحالتين. مقالي او دائرة. بس احنا جايين هاي هون سؤال دائرة. اذا كان كل من الاقترانين قاف وها متصلين عنده سين يساوي اتنين. طب استاذ انا الجملة هاي بايش بتفيدني? بتفيدك كلمة متصلين بمعنى انه الاقتران المتصل الصورة تساوي النهاية. يعني لو معطيك صورة تقدر تستخدمها عشان تعوضها في النهاية. او العكس. اذا هون متصلين. لو السؤال مقالي كان لازم تحكيله انه اه والله قاف الاتنين معناته تساوي النهاية. لو مقالي يعني عود حالك لو السؤال مقالي راح يكون عليه علامات هذا الحكي دائرة مش مشكلة. يقول له اه والله متصلين شكرا معناته الصورة تساوي النهاية. تساوي اتنين. وهال اتنين هي نفسها النهاية لها السين. عندما سين تقترب اتنين. هاي طبعا لو ما قالي اجباري تكتبها. بكمل قراءة السؤال قال لي وكان هالة اتنين يساوي ثلاث. كويس. معطيني صورتها للاتنين يساوي ثلاث. اللي هي نفسها النهاية. نعارفين. وكانت نهاية اتنين قاف السين زائد سين على واحد ناقص هالسين يساوي سالة بتلات. فان هاي المطلوب طلب مني ايجاد قاف لاتنين. هدوء. ايش اعمل خطوة الاولى? استاذ مدام الصورة تساوي النهاية? انا اولا بدي اعوض. النهاية يعني اعوض. هاي اثنين في قاف لاتنين زائد سين قيمتها اثنين. على واحد ناقص هال اثنين تساوي سالب ثلاث. يعني كان عندي قيمة سين فعوضت محل سين. انا شو عندي بالمعلومات? عندي هالة اثنين كم قيمتها? تلات. يعني هاي موجودة عندي. اذا بصبر على السؤال بحكي اثنين قاف لاتنين زائد اثنين على واحد ناقص هالة اثنين قيمتها تلات. فبعوض بتلات. يساوي سالب تلات. بعد هيك طلابنا. بعد هيك استاذ اجمعوا اطرح يعني واحد ناقص تلات ما بخليها هيك. هي اثنين قاف لاتنين. هو مجهول اسمه قاف لاتنين. على سالب اثنين يساوي سالب تلات. طبعا فورا ضرب تبادلي هون. اذا صار عندنا اثنين قاف لاتنين زائد اثنين يساوي سالب ضرب سالب. موجب ستة. بنكمل. يعني عندك مجهول هو طالبه قاف لاتنين زي الف. باجي بحكي له والله ناقص اثنين ناقص اثنين. اذا اثنين قاف الاثنين يساوي ستة ناقص اثنين اربعة. على اثنين على اثنين الخطوة الاخيرة. اذا نقاف الاثنين يساوي اثنين طلعت. طب استاذ حليت بهدوء وخلصت لقيت اجابتي فبختار اجابتي. وايضا عندي وسيلة للتأكد طالما السؤال في هيئة مجاهيل او. انت قاف السين هي نفسها قاف لاتنين. حكينا قيمتها اثنين. ننتأكد. كيف نتأكد استاذ? ناخد السؤال الاصلي بنحكي اثنين ضرب. قاف السين هي اثنين. زائد اثنين على واحد ناقص هالثين اللي هي تلات. وبندعي رب العالمين يا رب يطلع سالب تلات. اثنين ضرب اثنين اربعة زائد اثنين ستة. واحد ناقص سالب اثنين. ستة على سالب اثنين سالب تلات. فدعينا ربنا وربنا استجابلنا طلعت اجابتنا صحيحة. فتحققنا من حلنا كمان. اذا هذا السؤال الشكل بيخوف. السؤال مباشر. يعني قاف السين هي نفسها قاف لاتنين. وهالسين هي نفسها الاتنين. يعني نهايتها هي نفسها صورتها. نيجي على السؤال التالي. واحنا لسه بوحدة النهايات وقاعدين ناخد كل الافكار اللي بتناولها الوحدة. طلب مني نهاية. فالاساس في النهاية هو التعويض المباشر. طب استاذ احنا ردينا عليك هون وعوضنا واحد على سالب اتنين ناقص اتنين سالب اربعة. اذا سالب واحد على اربعة. وهي واحد على سالب اتنين تربيع يعني واحد على اربعة على سالب اتنين زائد اتنين فطلع صفر على صفر. وهذا السؤال من الممكن يكون دائرة ومن الممكن بالمستوى هادي يجينا من ضمن الاسئلة المقالية. طالب مني نهايات فلاقي هذا السؤال. طيب استاذ شو نعمل? والله صفر على صفر راح تاخد صفر. بنحكي بنروح نشتغل ونحلل بهدف اختصار سين ناقص. كم من العدد اللي موجود سالب اتنين. اذا هدفنا سين ناقص ناقص يعني سين زائد اتنين. شو طريقة التحليل المناسبة في الحالة وجود كسور. توحيد مقامات. استاذ كيف بنواحد مقامات? كل المقامات اللي بالسؤال بنحطهم في المقام. عندي ثلاث مقامات. هاي واحد. هاي اتنين. هاي تلات. اذا سين ناقص اتنين. هاي مقام ضرب. سين تربية ضرب. سين زاد اتنين. اذا هون حطينا كل المقامات تحت. تلات مقامات دايما عندي. وفوق في البصلنا نعمل ضرب تبادلي بيدنا اليمين. واحد ضرب سين تربية. هاي سين تربية. دير بالك الان واحد ضرب سين. هاي موجب سين. واحد ضرب سالب اتنين. سالب اتنين. طيب استاذ الله يعطيك العافي. الله يعافيك. ليش? هاي نحا سوينا اللي بدك وبعدين. بدور الان انا اختصار سين زائد اتنين. سين زائد اتنين موجود في المقام. بس مش موجود في البسط. اذا لسه ما انتهى السؤال فيه بحتاج خطوة اخرى. طلعوا بلا على البسط. شايفين? شو الطريقة اللي استخدمها في البسط? يعني المقام ما تحكوش معه زي ما هو. هيو سين ناقص اتنين. سين تربيع و سين زائد اتنين. في البسط بدي تحليل عبارة اربعية. قوسين. سين. سين. الاشارة الاولى موجب نضرب الاشارتين. اذا سالب. شو عددين ضربهم اتنين? اتنين واحد. وانحنا بندور عسين زائد اتنين. فلازم يكون عنا مؤشر انه شغلنا صح. فبحللنا استاذ الان نختصر سين زائد اتنين مع سين زائد اتنين. وروح نلاقي انه ما ضلش عندي اشي غير اني اعوض بشكل مباشر محل سين. في البسط ضل عندي سين ناقص واحد بعوض بسالب اتنين. سالب اتنين ناقص واحد. على. في المقام عندي هون سالب اتنين ناقص اتنين. وعندي سالب اتنين تربية. اذا فوق طلع معي سالب تلات. وتحت عندي سالب اربعة في سالب اتنين تربية بتطلع اربعة. سالب اربعة في اربعة. سالب ستة عشر. طبعا السوالب بروحوا فبطلع الاجابة موجب تلات. على ستعاش. السؤال فيه شغل حلو متوقع بشكل كبير. ان كان دائرة او يجيني مقالي. يعني ممكن يجيني هادا سؤال هيك بشكل مستقل. سؤال مقالي. شوف مهارتي في التحليل. طيب. الواحد يسمى هالنهايات والاتصال. يعني هو سأل عن النهايات بما فيه الكفاية. الان بجي اسأل على موضوع الاتصال. موضوع الاتصال احد ابرز الاسئلة اللي ممكن تجيني او شبه مؤكد. على الاتصال السؤال التالي اللي ممكن الطالب حتى يقول لي استاذ مش عارف منسيت شو قصده. معطيني اقتران نسبي واحد عسين ناقص اتنين تربية زائد اربع عسين فما مجموعة قيم سين التي يكون عندها الاقتران قاف. غير متصل. استاذ في الاختران النسبي امتى بيكون غير متصل? عندما يسمى بيه اصفار المقام. يعني لما يكون عندي اقتران نسبي. انا دوري اطلع قيم سين اللي في المقام. يامسك المقام اساويه بالصفر واطلع قيم سين. هاي هي القيم سين اللي بيكون عندها غير متصل. وهو هذا اللي طالبه. طب استاذ انا لقيت عندي مقامين مش مقام واحد. اذا تمسك كل مقام بتساويه بالصفر عشان امطلع قيم سين. يعني سين ناقص اتنين تربيع بدي اساويه بالصفر. و سين مدام عندك مقامين. طب استاذ لو عندي مقام واحد تمسك المقام هذا تساويه بالصفر. طيب استاذ هاي في قيمة واضحة صارت سين تساوي صفر. هاي احد القيم. طب والان استاذ سين ناقص اتنين تربيع يساوي صفر. كيف احل هاي? انا كأنه مجهول عندي سين. انا بدخلص من التربيع باخد جذر للطرفين استاذ. معقول? اه والله معقول. راح التربيع. سين ناقص اتنين يساوي صفر. بعدين زائد اتنين زائد اتنين. سين تساوي موجب اتنين. يعني قيم سين اللي طلعت معي واحدة صفر واحدة اتنين. فلازم يكون عندي باجاباتي قيمتين. فهو صفر واتنين. طب استاذ هذا صح اللي حكي? طبعا. استاذ كيف ده اتأكد? حط هون اتنين اتنين ناقص اتنين صفر. صفر تربيع هاي صفر. حط هون صفر هاي صفر. اذا هي اللي بتصفر المقام. طبعا انت ممكن متعود ان يجيك مقام واحد. يعني يجيك السؤال زي هيك سين زائد خمسة عسين تربيع زائد خمسة سين ناقص ستة. ويحكي لك جد قيم سينة تجعله غير متصل. طب نفس الاشي. شو اعمل استاذ? قيم سينة تجعل الاقتران غير متصل. اقتران نسبي بمسك المقام فقط دون البسط. يعني اللي حاله بس. وبسويه بالصفر وبشوف وقتها. محلل لا بده تحليل استاذ. فكنا بنحلل سين زائد سين ناقص ستة واحد. وبنطلع قيم سين هاي سالب ستة. وهاي موجب واحد. اذا هذا السؤال من الاسئلة الاصيلة والاصلية واللي لازم تيجي كل امتحان وزاري. قيم سينة تجعله غير متصل. اللي هو بني شوفك فاهم في الاقتران النسبي كيف طبيعة الاتصال تبعه ولا لا. نشوف السؤال التالي. معطيني قاف السين يساوي اقتران متشاعب فيه الف سين زائد اربعة عشر وخمسة سين تربيع زائد الف. سين اصغر من اتنين. وسين اكبر من او تساوي اتنين. وكانت النهاية لما السين تقترب من اتنين. موجودة. فما قيمة الثابت الف. هذا بيعتمد اولا على ترجم تكلال معلومة. ما معنى النهاية موجودة. امت في الاقتران المتشاعب نهاية الاتنين بتكون موجودة. اكيد يا استاذ لما تكون النهاية من جهة اليمين تساوي النهاية من جهة اليسار. طب استاذ والصورة الصورة الهاج دخل. لما يحكينا النهاية موجودة يعني اليمين بلساوي اليسار. فدورك الان تدور وين القاعدة اللي تمثل اليمين. هاي الاكبر. اذا خمسة سين تربيع زائد الف. تساوي جهة اليسار الف. سين زائد اربعة عشر. اذا سوينا اليمين باليسار. ثم بنعوض محل سين. عندنا قيمة سين اللي هي اتنين. خمسة ضرب اتنين تربيع يعني خمسة ضرب اربعة عشرين زائد الف. يساوي الف سين زائد ارباطاش. الف ضرب اتنين اتنين الف زائد ارباطاش. الان صارت مهارة حل معادلة. استاذ انا بدي خلي المجهيل مع بعض. يعني بدي انقل الالف لهون فبحكي ناقص الف. خليها على مرحلتين. عشرين يساوي. يعني خلاص هاي راحت. اتنين الف ناقص الف الف زائد اربعطاش. والان بتخلص من الاربعطاش ناقص اربعطاش حل معادلة يعني. فالف عشرين ناقص اربعطاش قيمتها ستة. استاذ جبت الف ستة فانا رايح اختار الاجابة ستة صح كويس ماشي. استاذ طب بصير اتأكد طبعا ونص. حكينا هون في المجهيل بالذات لازم تتحقق من حلك. النهاية موجودة فانت قلت اليمين واليسار متساوين. طيب. فحنا افترضنا انه الف ستة. خلينا نتأكد قبلنا نروع على البيت. نتأكد هاي اليسار اللي هي ستة اللي هي الف. ضرب سين قيمتها اتنين. زائد اربعطاش. اتناش زائد اربعطاش. ستة وعشرين. يا رب هاي لما اعود فيها يطلع ستة وعشرين عشان اروع على البيت وانا مطمئن. خمسة ضرب اتنين تربية اللي هي اربعة زائد الف اللي هي ستة عشرين زائد ستة ستة وعشرين. الحمد لله يا رب ستة بحفر بالدريل اللي ما اخده ماء على الامتحان. ورقة الماسح الضوئي. طبعا طلابنا احنا دربناكم. طلابنا اللي اخدوا معناها مدربين سواء على الموقع. مدربين بشكل عام على التعامل مع الانماط هاي. بس احنا هون هاي اسمه حصة تأكيد. طلاب الاردن كلها. تأكيد المعلومات. كيفية التعامل. كسر الحاجز النفسي. انه انا السادة المادة كبيرة فمش عارف شو بديسأل. هاي اللي بديسأل. الان سؤال حلوة ذكي جدا جدا. وهو اتى وزاري قبل هيك. اي الاقترانات التالية هو اقتران متصل عند السين يساوي اتنين. طبعا معطيني اقترانات متشعبة. طلابنا شوفه لو بديسأل مقالة بديعطيك اقتران متشعب ويقول لك ابحث في الاتصال. انت بتبحث في الاتصال يا عندك تشوف الصورة. والنهاية وتقارن هل الصورة تساوي النهاية فبطلع متصل. واذا الصورة لا تساوي النهاية او النهاية غير موجودة غير متصل. هو شو عمل الان عشان يحاوله لدائرة? قال لي اي الاقترارات التالية هو متصل عند السين يساوي اتنين. يعني واحد من هدول متصل عند الاتنين. طب استاذ انا شو اعمل? بدك تبحث فيهم كلهم. بتبدأ شوي شوي. تحكي انا استاذ انا قد اسوي حل طويل? لا طبعا دائرة. خليك افاهمك كيف تشتغل. احنا هاي اسمها النهاية من اليمين وهاي اسمها النهاية من اليسار الاصغر واليساوي يعني الصورة. فانا عندي قاعدتين. اذا طلعوا متساويين معناته اليمين بتساوي اليسار بتساوي الصورة. فعوض بشكل سريع يلا. ايش عوض? باتنين. هو واحد قال لك ابحث عندي الاتنين. اربعة باتنين. ثمانية. زائد خمسة تلات عشر. طب. اتنين زائد واحد تلات. هل تلات عشر تساوي تلات? لا. اذا بناشي اياك. نيجي عند با. با. اليساوي هي صورة الاتنين. واللا يساوي هي النهاية. تبعت الاتنين. فالصورة واضحة اربعة. هسا النهاية اجيت انت تعود عشان تعرف النهاية طلعت تساوي الصورة ولا لا. اتنين تربية اربعة اربعة ناقص اربعة صفر. على اتنين ناقص نين صفر على صفر. استاذ خلص يعني يسيبك منه هاد. طبعا صفر على صفر هاي مش اجابة. انت لسا ما طلعت الاجابة. اذا هون محتاج اشتغل. احلل. سين تربية ناقص اربعة تحلل لسين ناقص اتنين. سين زائد اتنين على سين ناقص اتنين. بختصر سين ناقص اتنين مع سين ناقص اتنين. ثم بعوض باللي ضل عندي اتنين زائد اتنين. اذا اربعة. ايه? استاذ طلعت الصورة اربعة والنهاية اربعة. بقول له انت حبيبنا اللي بدور عليك. هو قال لي ابحث عن اقتران متصل عنده سين يساوي اتنين. طب استاذ ما هي صطفة انه اجت بها. ويفرض اجت دال. طب ما انت بتكمل. اتنين ضرب اتنين هاي اربعة. واحد على اتنين نص. لا بدناش اياك. مش متساويين. مش متصل. اتنين تربية اربعة. اتنين زائد واحد تلات ايضا بدناش اياك. اذا الوحيد اللي طلع بدنا اياه وكان دامج فيه فكرتين انه حتى جو المتشاعب لما يطلع معك صفر على صفر انت محتاج تحلل للنهاية عشان توجدها بشكل صحيح. اذا سؤال كأنه بقل لك درسك كيف تبحث في اتصال الاخترانات. سؤالنا التالي. سؤال من العادي مثلا سنة الالفين وتساطاش الدورة الصفية والتكملية ها هذا السؤال اجا باربعتاشر علامة. من العادي ايضا لجيل الفين واثنين في عام الفين وعشرين هذا السؤال اجا بدائرة سواء كانت لما كانت بخمس علامات او باربع علامات. فبالتالي لكم وارد انه يجي مقالي وارد انه يجي دائرة بس دائرة بدأ شوية تشغل بس خلينا نشوفها. اذا كان قاف السين اعطاني اقتران متشاعب. سين اصغر من اتنين سين تساوي اتنين سين اكبر من اتنين فورا بترجم هاي صورة. هاي نهاية من اليسار للاتنين هاي نهاية من جهة اليمين. لسه مقرأتش السؤال. سواضح نحاط لي مجهيل. وكان الاقتران متصلا عند السين تساوي اتنين. فجيت قيمة كل من الثابتين الف وباء على الترتيب. اه هلا هون انا طلب مني الف وباء على الترتيب. مبدئيا كم مجهول وضع? اتنين استاذ. اه حط لك مجهولين? اذا مباشرة. ربي يرضى عليك. تكسم صفحتك من مص. ربي يرضى عليك وفقك. اولا شو المعلومة اللي عندي? شوفوا. راح يفرق السؤال ما بين مقالي ولا دائرة بعبارة راح تكتبوها. متصلا معناة الصورة تساوي النهاية. اذا قاف لاتنين تساوي نهاية قاف. السين سين. تقترب من اتنين من الجهتين. من اليمين ومن اليسار. هاي لازم تكتب اجباري اذا كان مقالي. استاذ انا قلي قسمت صفحتي نصين ليش? لانه مجهولين. قلي متصل. اه معناة الصورة. تساوي النهاية من اليمين والصورة تساوي النهاية من اليسار. بمعنى انا ليش قسمت الصفحة نصين? بحكي مرة بدي اساوي سين ناقص. اتنين با. اللي هي النهاية من جهة اليمين بدي اساويها بالصورة. حقي. وقال لي متصل. ومرة بدي اساوي النهاية لما السين تقترب اتنين من اليسار اللي هي الف سين تربية زائد با بدي اسويها ايضا بالصورة. يعني بنساوي المجهول بالمعلوم. المجهول بالمعلوم. وبعيش حياتي كأنه سؤالين. بدخل جوه السؤال الاول او باخد نظرة سريعة هيك. في واحد فيه مجهول اللي هو با وفي واحد فيه مجهولين. طبعا اسهل لي احل او او اولى اني احلي فيه مجهول واحد. فبقوم بالتعويض. اتنين ناقص اتنين با يسار اربعة عش. اه سهلا استاد ناقص اتنين ناقص اتنين. اذا سالب اتنين با يساوي اتناعش على سالب اتنين عسالب اتنين. اذا ربنا فرجها بنص السؤال سالب ستة. الحمد لله ربنا وفقنا. بعدين باجي عندي الجهة التانية بنتعوض. الف ضرب اتنين تربية يعني الف ضرب اتنين تربية زائد با. استاذ با مجهولة. لا ما انت جبتها با هي. سالب ستة يساوي اربعة عش. يعني اربعة الف ناقص ستة يساوي اربعتاش. اذا صار خلاص عندك مجال تجيب المجهول التاني. زائد ستة زائد ستة. اربعة الف يساوي عشرين على اربعة على اربعة الف يساوي خمسة. واعملوا حسابكم. ممكن يجيكوا هذا بسؤال مقالي عشر اتناشر علامة. وممكن يجيني دائرة. طب استاذ انا هلأ هون جالي دائرة. قال لي كلمة غريبة هيك. ايش هنا على الترتيب? يعني مين طلعت اول استاذ? لا. قال لك انا ذكرت مين اول الف ثم با. فلما تيجي تحط لي القيم او تختار لي القيم. تحط لي الف اولا اللي هي خمسة ثم با اللي هي سالب ستة. اذا هون مجموعة الحل طلعت خمسة وسالب ستة والعكس غلط. يعني لو كان عكس لك اياهم دير برقلك على الترتيب. في الدائرة راح يقول لك على الترتيب. عشان تحط لي الف اولا ثم با. سؤال زي ما حكينا من الاسئلة المحترمة. هيك اسئلة دوائر ممكنة على الوحدة الاولى تمت بحمد الله. يعني وحدة النهايات هاي الافكار المقترحة اللي ممكن تجينا على ضع دائرة. الان ننتقل نشوف الاسئلة الممكنة اللي تجينا على وحدة التفاضل او الوحدة الثانية. يلا خليكم معنا ان شاء الله. وبدأنا الان بسئلة الوحدة الثانية. طبعا الوحدة الثانية لازم نكون عارفين طلابنا. انه في موضوع منفصل بالوحدة الثانية وهو درس معدل التغير. رح ينسأل عليه اسئلة خاصة فيه. وباقي الوحدة بتتناول بشكل عام موضوع الاشتقاق. ففي السؤال الاول في الوحدة الثانية قاف السين يساوي سين تكعيب زائد واحد وتغيرت سين من سالب واحد لاثنين. فان هاي المطلوب معدل التغير في الفترة من سالب واحد لاثنين. واحنا بنقرأ بالسؤال تغيرت سين من سالب واحد الاثنين. اذا هاي سين واحد وسين اتنين. معدل التغير احد ثلاث قوانين. يا دلت صاد يا دلت سين. يا دلت صاد على دلت سين. هو شو طلب? معدل التغير وليس مقدار التغير. اذا هو دلت صاد على دلت سين. وببدأ اكتب القانون صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. وبلاحظ انه السينات عندي بالسؤال. الاتنين. سين اتنين اللي هي اتنين ناقص. سين واحد اللي هي سالب واحد. الان الصادات يعني صور. اذا بدي اجيب صورة قاف. لاتنين ناقص صورة السالب واحد. قاف السالب واحد. وبكمل بهدوء اجراءات حل. اتنين ناقص ناقص اصبحت زائد اذا تلات. قاف الاتنين. الان دورنا نروح نعوض باتنين. ونحسب سواء النظر سواء بهدوء. اثنين تكعيب ثمانية. ثمانية زائد واحد تسعة. ناقص. قاف السالب واحد ايضا نروح نعوض. سالب واحد تربيع سالب واحد. زائد واحد اذا صفر. تسعة ناقص صفر. فالبس طلع تسعة والمقام تلات. فالاجابة النهائية انه معدل التغير هو تلات. فابا لاقي الاجابة تلات. فبختار الاجابة الف. اذا نركز بس هون طلب معدل ولا مقدار. لو كان طلب مقدار التغير في قاف او في الاقتران. كان بس جبنا البسط اللي هو دلتا صاد. لو طلب مقدار التغير في سين كان بس حسبنا دلتا سين. هي سين اثنين ناقص سين واحد. اما طلب معدل التغير فقولنا له دلتا على دلتا. السؤال التالي يتحرق جسيم على خط مستقيم حسب العلاقة فان نون يساوي ثلاث نون تربيع. وقال لي فال مسافة نون الزمن. ما السرعة المتوسطة للجسم في الفترة من واحد تلات. اها. طلب السرعة المتوسطة. كلمة السرعة المتوسطة هي احد مسميات او التفسير الفيزيائي لمعدل التغير. ايضا دلتا على دلتا. ولاحظ وجود فترة. الفترة بتدلك انه عندي نون واحد ونون اثنين. اذا ما نخربطش بينه وبين درس. التطبيقات الفيزيائية بالوحدة التالتة. ما في فترة. اسمها سرعة لحظية او سرعة. اما هون سرعة متوسطة دلتا فا عدلتا نون. اللي هي بدل صاد اتنين فا اتنين ناقص فا واحد على نون اتنين ناقص نون واحد. وبنكمل هوم اعطيني نون اتنين ونون واحد هايها واحد وثلاث. هاي نون اتنين اذا تلات ناقص واحد وفوق فات تلات ناقص فا الواحد. اذا مرة طلب معدل التغير باسمه الطبيعي ومرة سماه بالاسم التاني بسرعة متوسطة. فات تلات بنروح نعوض بتلات. تلات ضرب. تلات تربيع اللي هي تسعة. ناقص فا الواحد بنا نعوض بواحد. تلات ضرب واحد تربيع يعني تلات ضرب واحد. على المقام ما ننسى تلات ناقص واحد اتنين. اذا في عندي في البسط سبعة وعشرين ناقص تلات اللي هي اربعة وعشرين يعني قيمة البسط. على اتنين بقسمهم بهدوء اتناش. اربعة وعشرين تقسيم اتنين اثناش. وبدور على الاجابة في بلاقي دال اثناشر متر لكل ثانية. اذا معدل التغير دلتا صادا دلتا سين. سرعة متوسطة ايطا دلتا عدلتا. بس دلتا فا عدلتا نون. شو في اسم تالت لا معدل التغير وممكن يكون نفس الاجراء. ميل القاطع. ميل القاطع ايضا هو دلتا صاد عدلتا سين. معتمدا الشكل نشوف جابلنا رسم هيك. الذي يمثل منحة الاختران قا في السين. فان ميل القاطع المار بالنقطتين الف وبا. وكتب لي النقطة الف اللي هي ثلاثة وصفر والنقطة با سفر وستة. بهمني الطالب هون عا قد المطلوب يكتب القانون. ميل القاطع. ميل القاطع هو دلتا صاد على دلتا سين. واللي هو صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد. ولاحظوا. هو مساعدنا لابعد مدى. هو كان ممكن يعطيني بدون رسمة يعطيني النقطتين هدول. سوا معطيني رسمة. وبيقيس فهمي هون. ايش معنى النقطة هاي? هاي سين واحد صاد واحد. اي نقطة بالرياضيات سين وصاد. الفترة سينات كلها. والنقطة الثانية سين اثنين وصاد اثنين. اذا الان بدي انقل نقل. صاد اثنين اللي هي ستة. ناقص. صاد واحد اللي هي صفر. سين اثنين اللي هي صفر. ناقص. سين واحد اللي هي ثلاث. اذا ستة ناقص صفر ستة. صفر ناقص ثلاث سالب ثلاث. ستة تقسيم سالب ثلاث. فالاجابة سالب اثنين. هاي اجابة ميل القاطع. اذا لاحظوا ما يلي. احنا طلابنا. تلات مسميات غالبا رح يسألوا التلات او اتنين منهم على الاقل. معدل التغير دلتا صادع دلتا سين. ميل القاطع دلتا صادع دلتا سين. بسرعة متوسطة دلتا فا عدلتا نون. شوف السؤال التالي اللي يعني موجود عندنا بالكتاب ويربط ما بين درسين. اذا كان مقدار التغير في الاقتران قاف السين عندما تتغير السين من سين واحد الى سين زادها. هو اربعة سين تربيعها زادها تربيع. فان قيمة قاف فتح السالب واحد. سؤال بربط ما بين الاشتقاق. يعني او حتى التعريف العام للمشتقة ومعدل التغير. كلمة مقدار التغير انه بيقولي هذا مقدار التغير. مقدار التغير هو دلتا صاد. بس غريبة طلب مني اشتقاق. شو اللي بربط بين مقدار التغير والاشتقاق? انا هذا السؤال. تعامل معه بشكل دائم. وحكذا دائرة. وبعدين راح ورجيكم مقالي كيف تحله. شغلك هون على ها عامل مشترك. على اخذ عامل مشترك. بنا ناخد الها عامل مشترك. اخذنا ها عامل مشترك. بيظل اربعة سين تربيع زائد ها. دايما. على اخذ عامل مشترك. طيب. الها بتروح. بيظل عندك اربعة سين تربيع. هاي الاجابة كمشتقة. يعني قاف فتحة هي اربعة سين تربيع. طب قاف فتحة السالب واحد اربعة. يعني بحكي كيف حليته مباشرة. اربعة ضرب واحد يساوي سالب واحد تربيع واحد. اذا اربعة. يعني انا اجابتي بدائرة صارت بشكل سريع. انا بعرف انه هون بدي اشتغل عامل مشترك اخذها والغلها هات. السينات اللي بتضل لحالها هاي الاجابة. فيه تعويض بعوض. طب هو فعليا استاذ فكيف بنحل. هو هذا يحل باستخدام القانون الثالث للتعريف العام. اللي هو نهاية دلتصاد على هاي. يعني هاي الخطوات. السؤال اذا كان مقالي. وباجي بحكي طب هو ما اعطيني دلتصاد. ما اعطيني مقدار التغير. هاي القيمته. اربعة سين تربيع ها. زائد ها تربيع. على ها. وهون بدي ابدأ اشتغل شغل عامل مشترك. ها عامل مشترك. فضل عندي اربعة سين تربيع زائد ها واحدة على ها. بختصر ها مع ها. واحنا عارفيني هون النهاية ها تقول للصفر. فاي ها ضلت? بدي اعوض محلها بصفر. فضل عندي اربعة سين تربيع زائد ها هاي صفر. اذا قاف فتحة السين طلعت اربعة سين تربيع. هو طالب قاف فتحة السالب واحد. فبعوض له. قاف فتحة السالب واحد. اربعة ضرب سالب واحد تربية يساوي اربعة. هذا الطريقة اذا كان مقالي. واذا دائرة مباشرة. وين اصغرها? سب داخدها عامل مشترك. السينات اللي بتضل الحال هاي الاجابة. طلب مني اعوض? بعوض. ما طلبش? هتكون الاجابة اربعة سين تربية. سؤال برضو. اذا ما كانش مار عليك بتتغلب فيه. الان بلش يسأل اسئلة اخرى. قال لي قاف السين يساوي جذر اتنين سين. وهذا سؤال وزاري. فانه نهاية قاف الثمانية زائد ها ناقص. قاف الثمانية على ها ها تقترب من صفر. شو معنى السؤال استاذ? هاد نهايات? لا طبعا. ها تقترب من صفر? هاد صيغة التعريف العام? او هادا ها بنحكي هاشتاق اشتقاق. يا اشتقاق فقط. يا اشتقاق مع تعويض. قال لي استاذ هاي في قاف الثمانية هون. اذا اشتقاق مع تعويض بتمانية. يعني بمعنى ترجمة المطلوب انه بده قاف فتحة الثمانية. طالب مني اشتق الاقتران واعوض بثمانية. لما اجيت اشتق على القاعدة المناسبة له. قاعدة الجذر التربيعي. مشتقت ما داخل الجذر. على اتنين ضرب الجذر نفسه. والان دوري اعوض. استاذ بقدر اختصر اللي اتنين مع اتنين. وبقدر اعوض مباشرة. يعني بقدر اشيل الاتنين هاي مع الاتنين هاي تصير واحد او اعوض مباشرة ما 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 فرقت. فاحنا حكينا ايش? هينا اختصرنا الاتنين مع اتنين اسهل لنا. هي واحد. على جذر اثنين ضرب تمانية. اذا واحد على جذر الستعاش. وبصبر عالسؤال لما طلع الجذر. واحد على اربعة. طب استاذ افروض ما شلنا زيك الاتنين مع الاتنين. كان راح تلاقي انه الاجابة اثنين على ثمانية فراح تقتصر يطلع واحد على اربعة. اذا هذا فهمي للسؤال عرفت انه هذا اشتقاق مع تعويض فاشتقيت على القاعدة المطلوبة او المناسبة. وعوضت. احد الاسئلة اللي صارت تحجز مكان ثابت بالوزارة. اللي فكرة اختبارات قوانين. شوفك عارف قاعدة الضرب بين اخترانين على قاعدة القسمة. طبعا طلابنا احنا على موقع نشمي. اللي شرحنا لهم كثير كثير عن موضوع هذا. طبعا اللي تابعونا على موقع الاوائل ايضا. عرفنا انه هاي السؤال متكرر. قاف وها اقترانين قابلين للاشتقاق. ما يوترك الحكي هذا. كله شكرا. ماشي. قابلين للاشتقاق. شرفنا معرفته. وكان قاف الواحد يساوي ثلاث. هاي معلومات. ها الواحد يساوي اثنين. قاف فتح الواحد يساوي واحد. وها فتح الواحد يساوي سالب اثنين. كل هاي معلومات. شو بدك انت كمطلوب. قال لي قاف ضرب ها فتحة الواحد. شوف. في فرق ما بين وضعت الفتحة في نهاية السؤال عشان دحط ملاحظة مهمة هون. يعني لو قال لي قاف ضرب ها الواحد ثم حط لي هيك فتحة. اذا وضع الفتحة في الاخر. هاي اتفقت معك وقبل هيك انه اجابتها دائما صفر هاي. لانه كانوا بيقول لي عوض ثم اشتق. فهاي اذا وضعت الفتحة في هاي الاسئلة في نهاية السؤال معناته ادعوض بيطلع رقم. فاذا اشتقته صفر. اما هون ركز معي. حط لي الفتحة ثم العدد. معناته اشتق. ثم عوض. فكويس. بقول له اشتق مين? قال لي اشتق الشباب هدول. فلازم على الثاني اسأل شو بينهم? يعني الاشتقاق لازم تكون حذر بالقصة هاي وتكوني حذرة. شو بينهم اللي جاي اشتقهم نقترانين هدول? بينهم ضرب. اذا هاي عقاعة ضرب. شو يعني قاعة الضرب? اللي هي الاول في مشتقة الثاني. الاول اسمه قاف. والثاني اسمه ها. الاول في مشتقة الثاني مشتقته ها فتحة. والثاني في مشتقة الاول اللي هو قاف فتحة. استاذ قاف ايش? وها ايش? قاف الواحد. وها فتح الواحد. وهون ها الواحد. وقاف فتح الواحد. اذا انا هون طبقت قاعدت الضرب. بعدها الان بعدها ببدأ طلع نواتج. قاف الواحد. منين بيجيبوها من السؤال. قاف الواحد خميتها ثلاث. ضرب. ها فتح الواحد. ها فتح الواحد. سالب اتنين. ها الواحد اللي بدون فتح اتنين. طب قاف فتح واحد. اذا هون سالب ستة زائد اتنين يساوي سالب اربعة. طب السادة لو كان قاف على ها. اذا سب اختبرني بقاعدت القسمة. بقول له المقام في مشتقة البصت. ناقص البصت في مشتقة المقام على المقام تربية. لو كان قاف زائد ها. اذا قاف فتحة زائد ها فتحة. يعني كل الفكرة. شو بينهم? ضرب. اذا قاعدة ضرب. قسمة. قاعدة قسمة. اه جمع. فيش قاعدة اذا مشتقة هاي زائد مشتقة هاي. مع الانتباه للنوت اللي اللي حطيته. اذا كان المشتقة في الاخر زي هيك في نهاية السؤال. اذا هاي اجابته صفر. اذا هون سالب اربعة فبختار اجابتي الف. اللي هي سالب اربعة. الان. قال لي قاف السين وساوي اتنين سين زائد واحد تكعيب. فانا قاف فتحة السالب واحد كم بتساوي? استاذ هو ايش طلب? طلب قاف فتحة السالب واحد يعني اشتق. واعوض بسالب واحد. فانا كطالب فهمت وحللت السؤال انه بدأ اشتق. ثم اعوض. طب استاذ اشتق كيف? عالقاعدة المناسبة. قاعدة القوس. اتنين سين زائد واحد تكعيب. فاتفقت معك انه اشتقاقها تلات بتنزل. عيد ميلاده تلات. فورا بننقص منها واحد فهاي تاريخ ميلاده تلات اتنين. بنسخ ما داخل القوس ضرب مشتقة اللي جوه القوس اتنين. اذا تلاتة اتنين نسخت ضرب مشتقة اللي جوه القوس. طب ازبط الان اضرب التلاتة بالاتنين تصير ستة. عوض مباشرة مدام طلب منك انك انت اشتقيت خلصت عوض. بسالب واحد. اذا قاف فتحة سالب واحد يساوي تلات. اتنين ضرب سالب واحد. سالب اتنين زائد واحد تربيع. وياريت تحلوا معي. يعني ياريت. طبعا هي في المرة الاولى الان وانت قاعد تحضرني. ياريت تبدأ. الاشي يا اما قاعد مركز عشان اشي مش ناسية او اشي قاعد تتذكره. او دي قادر خلاص متذكره فورا نحل معي ثلاث فيه. سالب اتنين زائد واحد سالب واحد. تربيع اذا واحد ضرب اتنين. ثلاث ضرب اتنين. فالاجابة هي ستة. اذا هون راح يجيني سؤال. انو نشوف نقاع عارف اشتق. عارف اعوض. عارف اطلع نواتج. ام لا? طبعا. الان نشوف السؤال التالي. اذا كان صاد يساوي ميم تربيع زائد خمسة ميم. هذا سؤال الفين وعشرين. وميم يساوي ستة سين. فما قيم الدال الصاد عدال السين. اذا هو طالب مني اشتقاق. عنده سين تساوي صفر. استاذ ايش يعني? يعني طالب مني اشتق. ثم اعوض محل سين بصفر. انا ما اشتق. لما اجي اشتق. لقيت عندي صاد اقترانين. صاد وميم حرفين. او صادعين زي ما احنا تعودنا بالكتاب. صاد ولام. اذا هاي على قاعدة. استخدام طريقة قاعدة السلسلة. السلسلة. لو حل السؤال او مقالي بكتب قانون. دال الصاد عدال السين يساوي. فوق دال الصاد تحت بالزاوية هيو دال السين. ضل فاضي دال الميم. الحرف اسمه ميم اليوم مش عين. تحفظ ليش انه عين. الان هاي الخطوة الاولى. ثم استاذ عندي اقترانين باشتق. فبعمل قسين عشان اشتق كل اقتران جوا داخل القس. ميم تربيع مشتقته اتنين ميم. خمسة ميم مشتقتها خمسة. ستة سين مشتقتها ستة. طب استاذ انا استقيت هيك خلصت. لا ضيلك خطوة. هو قال لك بدي دال الصاد عدال السين. يعني بده الحرف اللي يضل السين. طب استاذ انا ضل عندي ميم. اذا بدي اتخلص من الميم هاي. كيف يا استاذك تخلص منها? بدي اشيلها من السؤال احط محلها قمتها. يعني صار عندي هيك اتنين في ميم قمتها ستة سين. زائد خمسة ضرب ستة. طب شو باكن نوزع الضرب? هو طالب منك تعوض? خلص. تعوض ده تغري محل السين بصفر. ستة ضرب صفر هاي صفر. زائد خمسة. ضرب ستة. والآن طلع لي ناتج. اتنين ضرب صفر صفر. صفر زائد خمسة هاي القوس الاول طلع خمسة والتاني طلع ستة. فبضربهم فبطلع الاجابة ثلاثون. اذا الخيار جين. اذا سلسلة ما راح يقولك انه سلسلة. راح تلاقي صاد وميم. صاد وعين. صاد ولام. نيجي على السؤال. التالي. اذا كان قاف السين يساوي اتنين. سين عسين زائد اتنين. زائد ثلاث. سين لا تساوي سالب ثلاث. فان قاف فتحة السالب اربعة. شو بده? بده ياك تشتق. وتعوض بسالب اربعة. لما اجي اشتق بدي اسأل شو بينهم? بينهم قسمة. اقتران عاقتران. اذا عقاعدت القسمة اللي هي المقام في مشتقة البسط. كيف بننظمها? قلنا المقام في مشتقة البسط. ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع طلابنا على موقع نشمي. بيعرفوا قصة ماما وبابا طلابنا بالمدارس. بس خلينا احنا هون نشتغل شوي شوي. هاي بسط. هاي مقام. المقام ينسخ في بداية السؤال. ونهاية السؤال. البساطة هيك نسخ. والبسط بعد الناقص بنتذكره. الان عملية الاشتقاق. الاتنين سين باشتقها هون مشتقتها اتنين. والسين زائد ثلاث مشتقتها واحد. اللي هي المقام في مشتقة البسط. ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. استد خلص خلصت? اه عوضت اه. طب بعد ينقل لي عوض بسالب اربعة بعد ما اشتقيت. فبعوض. ما اكون متوسط السرعة وانا بعوض. يعني سالب اربعة زائد ثلاث بحسبوه مشوي شوي بطلعو سالب واحد. ضرب اتنين. ناقص. اثنين في سالب اربعة سالب تمانية ضرب واحد. على المقام سالب اربعة زائد ثلاث. سالب واحد. تربيع يا سيدي هاي واحد. خلص. سالب واحد ضرب اتنين هاي سالب اتنين. سالب ضرب سالب هون لانه سالب تمانية. وفي قبلها سالب بتصير موجب ثمانية على واحد. فبطلع اجابتي سالب اتنين زائد ثمانية ستة موجب على واحد يعني ستة. اذا اجابتي طلعت ستة. اذا هي فكرتي طالب عارف قواعد اشتقاق هيك طريقة سؤاله. بدي اسألك عارف قواعدت القسمة? عارف قواعدت الجذر? عارف قواعدت القوس? وهكذا. طيب. تعالوا نشوف السؤال التالي. نفهم صيغة السؤال. اذا كان قاف السين يساوي سين تكعيب زائد خمسة سين. فما قيمة نهاية قاف العين ناقص قاف السين على عين ناقص سين. استاذ هذا يعني بدي يعني اشتق باستخدام التعريف العام? لا. لما يكون بدي اياك تشتق باستخدام التعريف العام. وهو احد الاسئلة الهامة اللي رح نحلها في النهاية. اللي هي اسئلة مقالية رح نحكينا من نهاية اليوم. رح نحل اسئلة مقالية. شو مقترح? بس لما يكتب لك هو احد صيغ التعريف العام. او يكتب لك نهاية قاف السين زائد ها ناقص قاف السين على ها. او نهاية قاف السين زائد دلتا سين على ناقص قاف السين على دلتا سين. كل هاي صيغ تعريف عام. هاي معناته هاشتاغ اما اشتق او اشتق وعوض. يعني هاي كلها ترجمتها قاف فتحة. يا حاط لي رقم بعوض يا مش حاط لي خلاص قاف فتحة السين. كل اللي بدي اياه اني بدي اياني اشتق فقط. بس اه. ثلثين الاجابة هو فهم السؤال. مشتقه. سين تكعيب مشتقته ثلاث سين تربيع زائد خمسة. استاذ وبعدين خلاص خلص السؤال. لان انا فهمت شو طالب. يعني انا قصة اني اتعرض للصيغة هذا هو اللي بريحني بالامتحان. وهذا اللي بنحاول نعمله اليوم. انه شو الصيغ اللي راح تسأل فيها. اه وقت وقت انه انا اقعد ادرس وافتح دوسيات وكتب. لا انا لازم اظن احل الان. انا حطي لكم الاسئلة المخترحة. هحطي لكم النماذج المخترحة. في اسئلة وزريات. اسئلة وزارة تحل اه سنوات سابقة كثير ممتاز. اسئلة كتاب تدريبات الوحد. اما اتعرض لنمط السؤال. شوف السؤال التالي. قاف السين يساوي خمسة جتة اتنين سين. فان قاف فتح السين ستطلب مني اشتق. يلا نشتق. خمسة ما بحكي معها. الجتة مشتقته سالب جيب. اذا سالب خمسة جيب اتنين سين بس لا تنسى دائما ضرب مشتقت ما امام الجيب والجتة. اللي هو اتنين. اذا سالب خمسة جيب اتنين سين ضرب اتنين. السؤال ما في. ما في زي ما انت كاتب. اه ما هو دائرة. لازم تضرب لي الشكل النهائي. تضرب الاطراف هاي. سالب خمسة اتنين سالب عشرة جيب اتنين سين. فبروح اختار اجابتي بعد ما وصلت للشكل النهائي. سالب عشرة جيب اتنين سين. الان يلا بيدور ع اسئلة التميز والاسئلة القوية والاسئلة اللي فيها تلاعب بفكرة ركز معي بالسؤال التالي. اذا كان ها السين يساوي سين تربيع زائد قاف السين. قاف الثلاث يساوي ستة. وها فتحة التلات يساوي طمنطعش. فانه هي المطلوب قاف فتحة التلاتة. ان طلب مني قاف فتحة التلاتة. طب انا عندي الاقتران هاسسين يساوي سين تربيع ضرب قاف السين. ودير بالك. انا اولا ما عندي قاف فتحة. فانا ابدأ ا اشتق. طب. هاي هاسسين كيف ده اشتقها? بتصير ها فتحة السين. سين تربيع شون اشتقها? اتنين سين غلط. شو بيهم? ضرب. اذا هن دستخدم الضرب الاول في مشتقة الثاني لهو قاف فتح السين زائد الثاني لهو قاف السين في مشتقة الاول هو اتنين سين. بعدين هو بده قاف فتح التلات فانا ما اضطر اعوض بتلات محل كل سين. هاي صار اسمها ها فتح التلات يساوي تلات تربية تسعة ضرب قاف فتحة التلات زائد وصد قاف التلات ضرب اتنين ضرب تلات هاي ستة. لاحظ السؤال جاي بالعكس ليش بنحكي سؤال تميز. هو ما بده ها فتح التلات. ها فتح التلات معطيني اياها هاي تمنطاش. فبقل له والله طيب انت معطيني قيمة هاي تمنطاش. وهاي اسمها تسعة قاف فتحة التلات. يعني المجهول اسمه قاف فتحة التلات. زائد قاف التلات قيمتها ستة. ستة ضرب ستة يعني هاي ستة. ستة ضرب ستة ستة تلاتين. صار الموضوع الان اهدى وحل معادلة وتتوترش وانت بتحل. ناقص ستة وتلاتين. ناقص ستة وتلاتين. يعني طرحنا ستة وتلاتين من جهتين. تسعة قاف فتحة التلات. يساوي سالب تمنطاش. على تسعة على تسعة قاف فتحة التلات يساوي سالب اتنين وانتهت. فبدور على سالب اتنين واخترت سالب اتنين. سهل لا مش سهل. بده تركيز. عالي. تميز. فيه تلاعب فكرة. فانت هون لا تعتقد في الادب انه فيه اسئلة خيالية فضائية. في عندك اسئلة محتاج غير تقليدي انه اوكي السؤال شبيه فيه في الكتاب بس كان طالب ها فتحة التلات مش طالب قاف فتحة التلات. الان نشوف ايضا من الاسئلة المميزة اللي اجت في عام الفين وعشرين في الدورة التكملية. اذا كان قاف السين يساوي سين تكعيب زائد ستة سين تربيع ناقص اثنين ميم سين ناقص اربع. وكان قاف فتحة الصفر يساوي قاف الصفر. فما قيمة ميم. احنا متعودين. لما يطلب مني مجهول يعطيني معلومة. يعني يقول لي مثلا قاف فتحة الصفر يساوي سبعة. بقول له اه والله قاف فتحة يعني انت وجهتني اني اشتق. اعود بصفر اسويها بسبعة. قاف فتحة الاتنين يساوي خمسة اشتق وعود باتنين وساوي بخمسة. هون شوف شو عامل. قال لي قاف فتحة الصفر يساوي قاف الصفر فما قيمة ميم. انا مبدئيا انا عندي قاف السين انا بدي قاف فتحة. فباجي بحكي طيب قاف فتحة السين. تلات سين تربية زائد اتناعش سين ناقص. اتنين ميم سين بتروح السين بيضل اتنين ميم. والاربعة بتروح. سالب اربعة. طب استاذ قاف فتحة الصفر. بدي عوض بصفر. قاف فتحة الصفر. ثلاث ضرب صفر هي صفر. زائد اتناعش ضرب صفر هي صفر. ناقص اتنين ميم انا بعود محلسين. اذا طلع معي هذا سالب اتنين ميم. انا متعود شو يقول لي قاف فتحة الصفر يساوي اتناعش. اه خمسة عشر اربعة عشر. طب سويها باربعة عشر. هو قل لي قاف فتحة الصفر تساوي كم قاف الصفر. يعني استاذ انا هون كم قيمة قاف الصفر ما ما بعرف. طب كيف اجيبها? اه قاف الصفر. بدك تروح تعوض بالاقتران اللي اسمه قاف. محلسين بصفر وتشوف شو بطلع الناتج. هاد هو اللي راح تساوي فيه قاف فتحة الصفر. يعني فبنروح هون كان سؤال غير تقليدي قوي. بنروح نعوض صفر تكعيب زائد ستة بصفر صفر ناقص. اتنين ميم ضرب صفر ايضا صفر ناقص اربعة. يعني انا عوضت هون بجيب قاف الصفر. اذا نطلع معي قاف الصفر يساوي سالب اربعة. اذا اها. اذا هو قال لي قاف فتحة الصفر يساوي قاف الصفر. اذا راح سويها بسالب اربعة. الان بقدر انهي السؤال. عسالب اتنين. عسالب اتنين. ميم تساوي سالب عسالب. موجب اتنين. اذا كان سؤال تميز. انه هو مش مش متعودين هيك. نحن متعودين يعطينا الرقم. اه ثابت. هيك. اتناولنا كل الافكار او معظم افكار بابن الله تعالى يعني الحاضر الفيديو للكامل. الحاضر الحصة للكامل. راح يكون مغطي. نسبة تزيد عن تمانين لتسعين بالمية. ان لم يكن اكثر ان شاء الله. من امتحان الوزارة. بكون جاهز له بنسبة عالية. بس لازم ايدك تشتغل وتكون مركز وانت بتسأل السؤال. وانت بتجاوب السؤال عفوا. اه خليكم الان يلا اروح انتقل الوحدة الثالثة. لا اسئلة الوحدة الثالثة تطبيقات التفاضل وراح يكون في بعدها الاسئلة المقالية.